واحد بيقول عندي سؤال ياريت لو تتفضل تجاوبنا عليه متى 24-34 بعد العلامات التي اتحدث عنها الرب يسوع المسيح عن نهاية الايام يذكر هذه الحالة الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله صاحب السؤال بيقول أنا أعرف أن الجيل عشر سنوات هذه العشر سنوات متى سوف تبدأ وما هي النبوة التي من المفروض أن تتحقق والتي يمكن أن نعتبرها في بداية العشر سنوات الأخيرة وإذا لم يكن الجيل عشر سنوات حسب الكتاب المقدر كم سنة يقول الجيل يختلف أمام الله ما تقدرش تحدد له زمان يعني ربنا لما غضب على بني إسرائيل أقسم في غضبه أن ما فيش حد يدخل راحته حتى ينتهي هذا الجيل الجيل انتهى في 40 سنة عشان كده قعدوا في برية المتاهة 40 سنة الجيل 40 سنة ممكن الجيل يكون مئة سنة تقول لي جبتها منين لما تروح تقرأ عهد الله مع إبراهيم في تكوين 15 ربنا بيقول لإبراهيم اعلم أن شعبك سيتغرب في أرض غريبة اللي هي مصر وفي الجيل الرابع يرجعون واليهود قعدوا في مصر 430 سنة يبقى كلمة الجيل الرابع يعني في المئة سنة الرابعة يبقى الجيل بقى مئة سنة يبقى ممكن الجيل يبقى 40 سنة وممكن الجيل يبقى مئة سنة عشر سنين دي جبتها منين أنت أنا معرفاش أنا أول مرة أسمحها منك إن الجيل عشر سنوات بس ماينفحش أبوك الجيل اللي قابلك وانت الجيل اللي تاليه هل أبوك هيعيش عشر سنوات وتبتدي أنت بعد العشرة عمره هيكون عشر سنوات بس طبعا ماينفحش أما بالنسبة للآية إن لا يمضي هذا الجيل اللي هي المئة سنة أو الأربعين سنة أيا كانت حتى يكون هذا كله إيه هو العلامة دي العلامات كتيرة حروب وأخبار حروب وزلازل وأوباء ومجاعات لكن في علامة منفردة إيه هي متى رأيتم رجسة الخراب رجس يعني مرفوض خراب يعني أوريشاليم هو زبيتكم يترك لكم خرابا اتخرب أوريشاليم وتهد الهيكل وبقى كونتراب بمجرد ما تلاقوا رجسة الخراب قائمة لما تلاقي الهيكل بتاع اليهود يتبانى في المكان المقدس أوريشاليم هتفضل مكان مقدس لأن رجلين مسيح طاقتها رغم أنها خربانة لكن مكان مقدس تعلموا أن الوقت قريب لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله تقول لي هذا الجيل بمجرد ما يبنوا اليهود الهيكل بتاعهم اليهود عندهم فكر أن الهيكل بتاعهم مكانوا المسجد الأقصى مكان القدس ومكانوا المسجد قبة الصخرة قدس الأقداس واليهود نفسهم وأمنيت قلبهم أن يبنوا الهيكل عشان يبنوا الهيكل لازم يزيلوا المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وإزاي مليار مسلم وشوية يقبل أن يعملوا كده طبعا دي هتتسبب في حرب عالمية تلتة بس مش هتحصل لأن المسيح هيجي قبل أن تقوم فمتى رأيتم ركسة الخراب قائمة في الزمانة في المكان المقدس تعلموا أن الوقت قريب لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله ترجمة نانسي قنقر